موسيقى نشرة الأخبار من قناة يامل شباب معكم هشام الزيدي وأماني علوان وتتابعونا معنا توالي الإدانات المنددة بمحاولة اغتيال محافظ تعز الفاشلة في عدن وإعلام المحافظة المحافظ لم يصب أذى الجيش يعلن اقتحام مركز مديرة الدريهم جنوب الحديدة ويحاقق انتصارات في حربه على الميليشيا بحيران في حجة موسيقى وأيضا الأمانات المختطفين في عدن تناشد بالعمل الجاد الإفراجي عن جميع المخفيين قصرا وتقول لن تكتمل فرحة العيد إلا بالإفراجي عنه موسيقى البداية مع آخر تطورات محاولة اغتيال محافظة تعز حيث قال مدير عامل إعلامي بمحافظة تعز نجيب قحطان إن محافظة تعز أمين محمود لم يصب بأي أذن في الانفجار الذي سهدف موكبه وعصر اليوم الثلاثة في العاصمة المؤقتة عدن نعم وأضف قحطان في مدخلة له على قناة يمن شباب قال إن المحافظ بخير وعافية وبأن صحته جيدة مؤكدا في ذات الصياق صبت بعض مرافق المحافظ في الانفجار الذي سهدف سيارته في مدينة إنماء وأشار قحطان إلى أن محافظة تعز أمين محمود كان في عدن بطلب من الرئيس هادي لمناقشة تطبيع الأوضاع والاستكمال عمليات تحرير تعز ولقاء بعض المؤسسات الدولية لمتابعة مشاريع خدمية وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هناك علاقة بين الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة تعز ومحاولة الاغتيال في عدن قال مدير إعلام تعز لا أستطيع تأكيد أو نفي وجود رابط بين ما يحدث في تعز وبين محاولة اغتيال المحافظ في عدن معتبرا ما حدث للمحافظ محمود في عدن حدثا طارئا أردف بقول ما تزال التحقيقات الجرية وهي التي سوف تكشف من يقف وراء محاولة اغتيال المحافظ أمين محمود إذن محاولة اغتيال محافظ تعز أمين محمود في قلب العاصمة عدن تكشف الوضع الأمني الهش في العاصمة المؤقتة وتعقد حل كثير من القضايا الأمنية والعسكرية في المحافظات المحررة وخاصة القضايا الأمنية في عدن وتعز ولا يستبعد المراقبون أن تكون محاولة اغتيال المحافظ رد فعل من قبل العصابات التي ترفض بص سلطة اللجنة الأمنية بتعز والتي يرأسها المحافظ أمين محمود محاولة اغتيال جديدة في عدن التي تشهد اغتيالات شبه يومية لكن الهدف هذه المرة كان محافظ تعز الدكتور أمين محمود المعلومات الأولية تشير إلى أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على بعد أمتار قليلة من منزل قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حسن فضل بمدينة إنما والذي كان يعقد فيه محافظ تعز اجتماعا مع قائد المنطقة وعند خروجه من المنزل انفجرت العبوة وأصابت سيارة المحافظ فيما شرعت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الحادثة مصادر مقربة من المحافظ أكدت إصابته بجروح بسيطة إضافة إلى جرحة من مرافقيه تنوعة إصاباتهم ما بين متوسطة وخفيفة وتشهد العاصمة المواقعة تعدن اغتيالات مستمرة نتيجة رفض أجهزة أمنية عسكرية موالية للإمارات الاندماجة في مؤسسات الدولة الشرعية وتعمل بشكل منفصل وتخوض صراعا عسكريا شريسا ضد الشرعية وتستهدف مسؤوليها بشكل يقوض الدولة اليمنية وأهداف عاصفة الحزم ويجعل من العاصمة المواقعة مقرا غير آمنا لقيادات الدولة وتاطيل أعمالها وتهييتها بدلا من ذلك كساحة مثالية للعصابات الإرهابية والإجرامية نفقى في نفس الموضوع حيث أدانت سلطة البحلية في محافظة تعز محاولة الاغتيال التي سدفت المحافظ أمين محمود والتي قالت إنها تدف إلى إرباك الوضع والاستياد بالماء العكر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المحافظة وطالب وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي في بيان وزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الرابعة وسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بمحافظة عدن بسرعة الكشف عن ملابسات الحادثة والقبض على المتورطين فيها من جهته دانا قيادي في حزب الإصلاح في محافظة تعز محاولة تغطية المحافظ أمين محمود وقال الرئيس الدائرة الإعلامية للحزب أحمد عثمان في تغريدة اللهوة على تويتر قال إن الاغتيالات التي تطال الشخصيات العامة والمسؤولين وسيلة قدرة هدفها إعاقة الوطن ونصف جهود إخراجه إلى بر الأمن ولان إلى آخر التطورات العسكرية في محافظة الحديدة حيث أعلن الجيش الوطني اقتحام قوات من ألوية العمالقة لمركز مديرة الدريهمي جنوب المحافظة وقال بيان لألوية العمالقة إن القوات التابعة له شنت هجوما عنيفا بمساندة طيران التحالف العربي تمكنت خلاله من اقتحام المدينة وجاءت سيطرة الجيش الوطني على مركز مديرية الدريهمي بعد تمكنه أمس من قطع خطوط الإمداد عنها من جهة ثانية لقي القيادي في ميليشيا الحوثيين محمد هادي قرقوس مصرعه في غارة جوية للتحالف العربي إسهدفت مواقعة مركز المتمردين في الدريهمي وعفادت مصادر عسكرية إن القيادي صريع هو أحد الشيوخ القبليين الموالين للميليشيا فيما تكبدت الميليشيا خسائر فادحة خلال اليومين الماضيين في المعارك التي شنها الجيش الوطني لتحرير الدريهمي إذن معركة عنيفة قضتها ألوية العمالقة في الدريهمي كبدت الميليشيا الحوثية عشرة القتلى هزيمة صاحقة لهذه الميليشيات في الصحر الغربي تتوالى مراحلها على طريق الدحر المتمردين الحوثيين أكثر من مائة وعشرين حوثيا سقطوا قتلى وعشرات الجرحى من الميليشيات إضافة إلى عشرات الأسرى بقفضة ألوية العمالقة خلال معركة واحدة في خط اللاوي بمديرية الدريهمي على مقربة من كيلو ستة عشر المدخل إلى مدينة الحديدة دارت المعركة بعد عملية التفاف ناجحة نفذها ألوية العمالقة في الجيش الوطني عملية نوعية ومباغتة قامت بها قوات ألوية العمالقة لحصار الميليشيات الحوثية وقطع إمدادها في مركز مديرية الدريهمي وهي مؤشر على المعركة القادمة لتحرير مدينة الحديدة عبر خنق الميليشيات في منطقة كيلو ستة عشر هذه العملية العسكرية جرت في ثلاثة محاور حسب مصادر أمنية وهي المعركة الأعنف على الميليشيات الحوثية في محيط مركز الدريهمي وخط كيلو ستة عشر الذي يربط الدريهمي بمدينة الحديدة وتمكنت ألوية العمالقة من تطويق مركز المديرية وإطباق الحصار على الميليشيات من خلال خطة نوعية أربكت الميليشيات الحوثية وجعلتها غير قادرة على القتال والمواجهة أمام ضربات القوات وغارات طائرات التحالف أفقدت معركة خط اللاوي في الحديدة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران توازنها وجعلت مدينة الحديدة ومينائها أقرب للتحرير من أي وقت مضى الآن إلى مأرب حيث لقي ما لاقل عن سبعة من عناصر ميليشيات الحوثيين الإقلابية مصرعهم وأصيب آخرون في غارة لمقاتلات تحالف دعم شرعية على تجمع لعناصر الميليشيات بجبهة سرواح غرب المحافظة نعم وقال مصدر عسكري أن غارة لطائران التحالف استدفت مواقع للميليشيات الحوثية في قرية علي ربيع بعد معلومات استطلاعية للجيش الوطني عن تجمع لقرابة عشرين من العناصر المتمردة في ذات الموقع وفقا للمصدر فإن من بين القتلى والجرحى في الغارة فريق هندسي للميليشيات متخاصص في زراعة الألغام والعبوات الناسفة حررت قوات الجيش الوطني عددا من قرى ومزارع مدرية حيران شمال محافظة حج وكانت قوات الجيش الوطني بقادة اللواء الركن يحيى حسين صلاح قائد المنطقة وبدعم وإسناد كبيرين من قوات التحالف العربي نفذت عملية عسكرية واسعة تم من خلالها تطهير عدد أو عدة قرى ومزارع في مدرية حيران وسط انهيارة كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية الإنقلابية نقف الآن برفقة أبطال الجيش الوطني هنا في هذه التبة المطلعة على كثير من قرى مديرة حيران التي تم السيطرة عليها صباح اليوم هنا معنا قائد كتيبة في اللواء الثالث حرس يحدثنا عن أهمية الانتصارات وما هي الأماكن التي تم السيطرة عليها من قبل أفراد الجيش الوطني مرحبا بك لو تضعنا الآن في الصورة أين نحن الآن وما هي الأماكن التي تم السيطرة عليها ما هي السماء الغرة التي تم السيطرة عليها وتأمينها أولا الشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الانتصارات ثم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الأبطال المجاهدين من أبطال البنطقة العسكرية الخامسة تم السيطرة اليوم على بقية قرى مدينة حيران ونحن الآن على مشارف المثلث يعني أفريقنا بضعة كيلومترات فقط عن مثلث وقريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى نكون في مركز مدينة حيران وسنحريرها إن شاء الله سبحانه وتعالى طبعا اليوم أمنا كثير من القرى ووجدنا فيها المواطنين ويشعروا بعزة وفخر وأنهم قد تخلصوا من هذه الجرثومة التي كانت تكذم على صدورهم وهذا الذين عاشوا هذه الفترة الطويلة هذا عن مقاتلة التحالف العربي في مساندتكم الحمد لله صراحة التحالف العربي لم يقصر معنا سواء بالإسناد الجوي أو الإسناد المدفعي أو الإسناد اللوجستي لم يقصروا معنا تماما وهم الدرع الحصيل لنا بعد الله سبحانه وتعالى من حيث الدعم اللوجستي والإسناد وكل ما يحتاجه الأبطال نجد الأخوة في التحالف والأشقاء يعني لم يقصروا معنا تماما يعني سهلوا لنا كل المعوقات إذن مع غروب الشمس يومين هذا انتصارات كبيرة يحققها أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكري الخامسة بقيادة اللواء الركن يحيى الصلاح قائد المنطقة الذي يخض هذه المعارك بنفسه وتتقدم صفوف مقاتله إذن نحن أمام ساعات إن شاء الله ما هي إلا قليلة كما سمعتم ومن هؤلاء الأبطال أنهم في تقدم مستمر إلى مثلث عاهم وإلى مركز مديرية حيران سعد القاعدة لقراتيمن شباب من مديرية حيران في الضالة سقط قتلى وجرحة من ميليشيا الحوثيين الإنقلابية في مواجهة عنيفة مع الجيش الوطني في جبهة موريس نعم وقال مراسلنا إن الجيش الوطني في قطاع يعيس ستمكن من كسر هجوم المباغة للحوثيين وأن ما يقارب عشرة حوثيين سقطوا بين قتيل وجريح في مصطوشد الجندية في اللواء 83 متفعية مونير المقبل أما في البيضاء فقد شنت المقاومة الشعبية هجوما على ميليشيا الحوثيين في مديرة ذي نعم وأفاد مصدر ميداني أن الرجال المقاومة الشعبية شنوا هجوما على الميليشيات الإنقلابية أثناء محاولة الميليشيات استحداث نقطة جديدة على الطريق في منطقة القوس التابعة لقرية صباح في مدرية ذي نعم وأضاف المصدر أن المقاومة تتمكنوا من طرد عناصر الميليشيا وأجبروهم على الفرار إلى مواقعهم السابقة في موقف اجتماعي مسؤول عقدت قبائل عبيدة بمأرب اجتماعا لها لتأييد الدولة والنظام والقانون وفي الاجتماع تبرأت القبائل من كل مخل بالأمن والاستقرار وتعهدت بمساندة الدولة في مناطقها وتبرأت نهائيا من أي فرد قد يشترك أو يتواطأ في الجرائم وخاصة جرائم المخدرات والتهريب ملوك صباح ينتمون للدولة ويخضعون لنظامها ويلتزمون قوانينها هذا ما تتحدث عنه الأفعال أكثر من الأقوال في مأرب اجتماع قبلي عقدته قبائل عبيدة بمديرية الوادي في مأرب الاثنين الماضي لمناقشة تداعيات الهجوم الإجرامي على نقطة الفلج والنقاط الأمنية الأخرى في الاجتماع تحدث المشاركون عن دعمهم ومساندتهم للدولة ولأجهزتها ونظامها أكثر من ذلك أعلنت قبائل عبيدة تبرؤها من كل مخل بالأمن والاستقرار بمأرب القبائل حددت موقفها الصار امتجاه كل من يعمل أو يساعد أو يشترك مع عصابات تهريب المخدرات بأنه خارج الصف ولا يقبل له عذر أو مبرر مهما كان ولاء الدولة في مأرب له جذره التاريخية الضاربة في أعماق التاريخ الممتد من تاريخ سبأ وحضر موت وحمير وتجسد ذلك الولاء في الانتصار للجمهورية يوما هزمت في عقر دارها وشكلت مأرب بمطارحها وقبائلها ومقاومتها معقلا للجمهورية أمام جحافل الإمامة غير أن الإمامة السلالية تعمل جاهدة على شق الصف وإحداث الثغرات الأمنية في محافظة مأرب الآمنة من خلال تجارة المخدرات وعصابات تهريب الأسلحة وما يترتب على ذلك من جرائم وانتهاكات خطيرة وكان آخرها مقتل 12 مسلحا من عصابات تروج للمخدرات بنقطة الفلج قبل أيام قليلة وهجمات أخرى على نقاط حزام أمن المدينة ويعد الاجتماع ووثيقته الناتجة عنه رسالة واضحة لكل فرد في القبيلة تورط أو قد يتورط مع عصابات التهريب والمخدرات التي تعد أحد أبرز أسباب الصراعات القبلية في مأرب وبتعهدات القبائل الالتزام بقوانين الدولة تكون القبيلة قطعت الطريقة على العصابات التي توظف القبيلة في مشاريعها التخريبية هذا وشيع في مدينة مأرف جثامين الشهداء الخمسة الذين قضوا في نقطة الفلج على يد عصابات تهريب المخدرات والسلاح وزاة الداخلية بدورها تعهدت بالضرب بيد من حديد لكل من تسوي له نفسه المساس بأمن المدينة واستقرارها نقطة الفلج المحصنة كغيرها من النقاط المنتشرة على مداخل ومخارج المدينة بقوات أمنية ضاربة أزعقت المهربين وقطعت حبال خلاياهم ومنعت وصول الحشيش إليهم فكان من الطبيعي بل من المتوقع لدى مسؤولي هذه النقطة وقيادات الأمن أن تداهمها العصابات في أي لحظة لذلك رجال الأمن أكثر حذرا وأشد بأسا لم يكتب القادة الأمنيون روايتهم عن أحداث الفلج بعد لكن عما حدث من تداعيات في نفوس ضباط الأمن وأفراده والناس عامة فكتبوا عن رجال الأمن باعتبارهم أبطالا بلغوا ذروة التضحية والمسؤولية وستضرب قوات الأمن بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة سنضرب بيد من حديد على يد من تسول له نفسه المساس بالأمن واستقرار محافظة مالك أو مناطق المحرار الأخرى نحن جئنا لكي نرسي دعائم الأمن والاستقرار ولكي نبني دولة النظام والجانون لم يغفى الوزير الداخلية اللواء الميسري عظمة الموقف ونبلى الهدف الذي سشهد من أجله أفراد النقطة بقيادة الضابط مقبلا رمادي وهم من محافظات ذمار وتعز وإب والمحويت ونهم لتظهر الحقيقة الماثلة أن هذه الدماء المشتركة التي صبت في مأرب أرست بعدا أمنيا للدولة وقسدت واحدية الهدف فكافأ الجرحى وأهالي الشهداء مليون ريال لكل واحد منهم وإخمادا للنار التي كادت أن تكبر وتضر بمأرب لو لا يقضت قادتها وحكمة قبائلها في إدراكها لأبعاد القضية حددت قبائل عبيدة كبرى قبائل مأرب موقفها في اجتماع قبلي وأكدت وقوفها إلى جانب الدولة والتبرؤ من كل المحاولات التي تخل بالأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة سنجود بأرواحنا من أجل الوقوف معهم نكون صفة واحدة ضد كل من تسول له نفسه المساس بهذا البلد اليوم وبعد مضي أسبوع من صد الأمن لعصابات التهريب يشيع هؤلاء الشهداء الذين قضوا في سبيل تثبيت وجود الدولة وحماية الأمن فيها بحضور رسمي وشعبي كبيرين سياسيا أكد مؤتمر دعم مرجعيات الحل السياسي في اليمن الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته والسقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية ولفت البيان الخيتامي للمؤتمر إلى دعم الحكومة الشرعية بقيدة الرئيس عبد الرب منصر هادي ورفضه الانقلاب الذي نفذتهم لشيط الحوثي على الشرعية في اليمن وكل ما نتج عنه على أرض الواقع كما أكد البيان على مرجعيات الحل السياسي في اليمن مؤكدا على دعم الحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية وتعزيز قدرتها وكفاءتها في تقديم كافة الخدمات الأساسية لكافة أبناء الشعب اليمني وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كافة المحافظات وأشاد المؤتمر بجهود مجلس التعاون الحاتثة من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن منذ بداية الأزمة اليمنية في العام 2011 إضافة إلى الدعم التنموي والمساعدات الإغاثية والإنسانية دعيا المجتمع الدولية إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني هذا ودنا المشاركون في المؤتمر ما تقوم به ملجية الحوث المدعومة من إيران من استهداف للمملكة العربية السعودية وإطلاقها للصوريخ الباليستيكا تجاه أراضيها والمنشآت الحيوية فيها حققت محافظة تاغز نسبة نجاح بلغت ثمانية ثمانين في المئة في امتحانات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2017 و2018 وقال مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبدالواسع شداد إن أعلى نسبة نجاح أحرزتها مديرة صابر الموادم وبنسبة ثمانية وثمانين في المئة فيما سجلت مديرة الصلو أدنى نسبة حيث بلغت واحدا وخمسين في المئة النتيجة النهائية لاختبارات المرحلة الأساسية كانت على النحو التالي تقدم للاختبار 27637 طالب وطالبة نجح في الاختبار 22146 طالب وطالبة رسب في الاختبار 4411 طالب وطالبة غاب عن الاختبار 1080 طالب وطالبة أعلى نسبة نجاح حققتها مديرية صابر الموادم وهي 88.35% وأدنى نسبة نجاح كانت في مديرية الصلو وكانت 51.91% نبقى بالموضوع الدراسي فقد قال محافظ الجوف اللواء من العكيمي قال إن سلطة المحلية تواجه تحديا كبيرا في توفير الكتاب المدرسي ضمن استعدادتها للعام الدراسي الجديد واشر المحافظ خلال اجتماعا بالقيادات التربوية بالمحافظة إلى أن السلطات المحلية أطلقت مناشدات متكررة للحكومة والمنظمات الدولية بتوفير الكتاب الدراسي حيث تواجه نعداما بشكل كلي للكتاب المدرسي مع دخول العام الدراسي الجديد 2018-2019 واستعرض مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد صالح محسن عددا من القضايا المتعلقة باستمرار العملية التعليمية ومن أبرزها مرتبات المعلمين النازحين والمتعاقدين ونفقات التشغيلية للمكتب كما أكد المحافظ العكيمي سعدت سلطة المحلية لحل حلة المشاكل والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للتعليم كان الاجتماع اليوم مع مكتب التربية والتعليم بفروعة في مديريات المحافظة كان اعتبر تدشين للعام الدراسي الجديد وناقشنا كثير من القضايا التي تهم التعليم في المحافظة ووصلنا إلى نتائج إن شاء الله طيبة ونشكر القائمين على التعليم في المحافظة لقد رقوبة مرقى طيب وإن شاء الله سيبدل المزيد كما وعدونا رسالتي لأبناء الجوف أن يتوجهوا بأبناءهم إلى التعليم وأن تكون بيوتهم مدارس وأسواقهم كذلك ومزارعهم مدارس وأن يتجهوا إلى التعليم لأن التعليم فيه رضاء لله وبناء للوطن نشدت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة عدن وأمهات المخفيين قصرة المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولية والحكومة بالعمل الجادي للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قصرا المغيبين في سجون سرية تشرف عليها الإمارات لأكثر من عامين مجددا تعود قضية السجون السرية في عدن مع استمرار الوقفات الاحتجاجية لأمهات المخفيين قصرا في وقفة احتجاجية أمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري تقول أمهات أن الأعياد والأفراح تأتي عاما بعد عام وهن محرومات من الفرحة في ظل الإخفاء القصري للعشرات من أبنائهم دون وجه حق رابطة أمهات المختطفين بمحافظة عدن نشدت المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي والحكومة بالعمل الجاد للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قصرا المغيبين في سجون سرية تشرف عليها الإمارات لأكثر من عامين تصريحات بعض المنظمات والنشطين عن عدم وجود سجون سرية بمحافظة عدن تبدو مثيرة للاستياء بالنسبة للأمهات الباحثات عن أبنائهم ويطالبن وزير الداخلية بالعمل على الإفراج عن المخفيين وكشف أماكن احتجازهم ومعرفة مصيرهم المجهول إلى موضوع آخر حيث أكدت لجة المغتربين بوادي وصحراء حضر موت عودة 1500 مهاجر و430 عائلة من السعودية عودة نهائية نتيجة للإجراءات التي فرضتها سلطات السعودية على الأجانب المتواجدين على أراضي المملكة وقال رئيس لجنة وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي في مؤتمر صحفي إن تلك الأرقام تم رصدها وجمعها عبر منفذ الوديعة البري ومطار سيئون وبشان بيانات العائدين من المهجر أشار السعيد إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لها حتى يتم الوصول إليها بسهولة وإعطاء المؤشرات لتدخلات المناسبة للمغتربين العائدين مبينا أن قاعدة البيانات تضم المهاجرين العائدين من جميع محافظات البلاد تحصل عليها المنظمات المحلية والدولية وسلطة المحلية إذا تقدمت بطلب رسمي للجنة وناشدت اللجنة المنظمات المانحة المحلية والدولية إلى تقديم تدخلات عاجلة للمغتربين العائدين في مجال الإيواء والتغذية وتأهيل فئة الشباب وتدريبهم للانخراط في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم وخبراتهم وتسخيرها في مشاريع استثمارية تساعدهم على الاكتفاء الذاتي نقص المياه في مدينة تعز المحاصرة للعام الرابع أزمة قائمة يفاقمها استبعاد المدينة من اهتمام المنظمات الدولية بطريقة تعسفية حياة قساوتها زادت من معاناة أبناء تعز القابعين لأكثر من ثلاثة عوام ونيف تحت الحصار الجائر والحرب الحوثية القاطعة لكافة سبل الحياة سبيل الماء الذي غادر تعز منذ عشرات السنين بعد القضايا على الإمامة والعلى ذلك من إنجازات سبتمبر في الخدمات الضرورية لتعز عاد السبيل إلى كل الشوارع والأزقة والأحياء مع الأشهر الأولى من حصار الإماميين الجدد للمدينة وتعطيل أبارها واستهداف الشبكة الرئيسية لمياه المشروع مؤسسة المياه بدورها دعت الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإغاثة إلى تزويد الأهالي القاطنين في المناطق التي لا تصل إليها مياه المشروع بمياه الشرب والاستخدام المنزلي لانقطاع الشبكة في هذه الأحياء بسبب هذه الأوضاع والحرب هناك مناطق لا يصلها الماء عبر الشبكة الرئيسية بسبب عدم تشغيل الحقول الرئيسية وعدم تواقد داخل المدينة بالديزل وعدم ارتباطها بأبار داخل المدينة ولهذا السبب نناشد المنظمات بتفقد هذه المناطق التي لم يصلها مياه المؤسسة من بداية المشروع تدور العملة أدى إلى ارتفاع سعر اللتر الواحد من مياه الشرب إلى 100% بينما وصل سعر الوايتي إلى 7000 بعد الارتفاع الذي تسبب به حصار الإماميين وكان ذلك في أول أيام الحصار على المدينة ما زلنا نبحث عن مياه في الدباب صورة مستمرة أطفالنا يعانون الأمرين ما بين الماء وبين الخوف من القصر من ملشة الحوثية كثير من الأطفال في الحي تم استهدافهم وأثناء البحث عن المياه نطالب السلطة المحلية أن تتفقد إلى حي الروضة وعمل حلول جذرية لإيصال المياه للبيوت القيمة الواية يصل إلى 12 ألف خزنات المياه الموزعة على شوارع تعز مملوئة بالهواء تفتقر الماء من يوم إلى آخر يتلمسها الضمآن فلا يجد ما يعود به إلى بيته حتى أنها أصبحت عرضة للسلب وقد وضعت من قبل مؤسسات أهلية بغرض إغاثة الأهالي وتزويدهم بالمياه بشكل شبهي يومي لتخفف عنهم هما وتقضي على جزء من المعاناة التي ما زالت تختطف فرحة طفل اضطر إلى الانضمام إلى طابور المياه بدلا عن طابور المدرسة ليعود من هذا الطابور أيضا مكسور الخاطر خالي الوفاض نتيجة الإقبال الكبير من قبل الأهالي على مياه الخزان الذي لا تغطي سعته احتياجات بيت واحد في الشهر تعز رغم الألم إلا أن حلول موسم الأمطار يعيد الأمل الذي انقطع مع استغلال بائعية المياه للوضع بشكل يجعل المواطنة في مخاوف ومخاطر دون تراجع عبدالعزيز الزبحاني من شباب تعز عثر سكان محليون بوادي البيح بمدير تساب محافظة حضرموت على قطع سخرية منقوش عليها كتابة بخط المسند المسماري نعم وقال الشاب عبدالسلام سعيد منصور إنه يحتفظ بقطع عثر أو عثر عليها في بطن الوادي بعد الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة مؤخرا وذكرت مصادر محلية أن ساكنية المنطقة يعثرون بين وقت وآخر على قطع سخرية مماثلة حيث تعد المنطقة من الأماكن الأثرية وتوجد بها حصون تعود إلى أزمنات غير معروفة للسكان المحليين نهاية النشرة تابعتم فيها توالي الإدانات المنددة بمحاولة اغتيال محافظة تعز الفاشلة في عدن وإعلام المحافظة المحافظ لم يصب بأذى الجيش يعلن اقتحام مركز مديرة دوريهم جنوب الحديدة ويحقق انتصارات في حربه على الميليشيا بحيران في حجة كما تابعتم أيضاً أمهات المختطفين في عدن تناشد بالعمل الجاد الإفراجي عن جميع المغفقين قصراً وتقول لن تكتمل فرحة العيد إلا بالإفراج عنهم إذا مشاهدنا كان هذا كل ما لدينا في هذه النشرة نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة